موسيقى يعني هيا الفكرة احنا عملناها انه القار يكون كمان عايش مع مع الصحفيين ومع الموقع كمان اللي حابوا مع الجرنان اللي حابوا ومع الاخبار السخنة عاول باول بالزبط ايه اللي بيحصل في السارة بعدين فيه نشرات طوال اليوم فيه التعليق او تحليل الاخبار فيه عرض الهم الاخبار سواء السياسية او الاقتصادية اللي بتحصل يعني القار بعيش لحظة بلحظة مع الموقع ومع الجرنان من خلال صالة التحرير في اليوم السابع طبعا دي حاجات جديدة ونتمنى ان شاء الله ان هي تعدي يعني تستمر على خير ان شاء الله اعتقد انها دي فكرة ظريفة بالنسبة لل فكرة جديدة بالنسبة للصحافة الالكترونية الصحافة الالكترونية اعتقد انها بتطور نفسها كل شوية باستغلال الادوات الحديثة بالنسبة للانترنت طيب نستعرض مع بعض اهم الاخبار في الصفحة اليومية طيب الخبر الاول من المصري اليوم الصفحة الاولى السوار يغلقون التحرير ويعلنون الاعتصام حتى 25 يناير اليوم السابع صفحة الاولى الدخلية تستعد لحرب شوارع في 25 يناير المصري اليوم الصفحة الاولى 23 حركة توقع على مصاق الميدان الاهرام الصفحة الاولى 12 مستفيدا فقط من اهالي شهداء الصوار تسلموا الشيكات اليوم السابع صفحة الاولى سوزان مبارك ما زالت رئيس مجلس امناء مكتبة الاسكندرية الاهرام الصفحة الاولى البنك المركزي يحيل ملف التسع مليارات دولار الى النائب العام الشروق الصفحة الاولى انتهاء اطول مارسون انتخابي باغلبية مريحة للاخوان نبدأ بالخبر الاول التأكيد هو الخبر الحدث الاهم المسيطرة على الساحة الان ومسيطرة بالنسبة حديث الناس يعني كل مهد يعني تتعادي معا ايه اللي يحصل وخمسة وعشرين يناير يحصل حاجة مسألة التخويف ده مش مطلوبة لان احنا بنتكلم على صورة صورة انسانية جدا صورة حقات انجازات حتى الان مقبولة ايه نعم مازال مازال الطريق طويل لاستكمالها فبالتالي مسألة التخويف دي مسألة يعني معرفش ليه هيا الناس مش بتخاف من الثورة هيا الناس بتخاف من اين لبعد الثورة اه بالضبط يعني ليه مسألة التخويف دي مسألة غير مطلوبة يعني انه انخوف الناس من خمسة وعشرين هيحصل كذا وفي نخفنا من البلطاجية ومن الناس اللي بتخاف لكن انا اعتقد انه كله دلوقتي حريص على سلمية الثورة يعني اعتقد كل الاتلافات او الحركات الثورية كلها اكدت بما فيها الاحزاب بما فيها حتى الاخوان وكله كله اكد على ان سلمية الثورة خلينا نحتفل مش بمعنى الاحتفال هم المصرين بيحبوا اي احتفال يبقوا برضو ايه مقلقين شوية اه اللي هو على طريقة اللهم ما جعله خير يعني ايه فيعني هي مسألة انه خلينا نحتفل مش بمعنى البلونات واو الاخر يعني انا قال انه نحتفل بذكرى ان مصر خرجت من مرحلة لمرحلة جديدة بالزبط ونؤكد على مطالب الثورة بشكل سلمي يعني انا اعتقد انه ده هو المطلوب في المرحلة دي يعني بالامس طبعا هو كان جمعة حلم الشهيد يعني للتأكيد على انه يعني دماء الشهداء اللي انتزب هادرا انه اعتقد انه مطلوب محاكمات محاكمات عادلة وعاجلة للذين يعني قتلوا الشهداء وده اعتقد ده كان تأكيد المطالب فيعني اعتقد بداية الجمعة اعتفالات او بداية لاسبوع انا هسميه اسبوع 25 يناير يعني مبارح كانت فيه مطالب بتكونت حاجة زي مجلس امناء الثورة اترفعت شعارات عديدة كلها في سكة المطالبة باستكمال اهداف الثورة وطبعا على رأسها المطلب المهم الان هو تسليم السلطة لسلطة مدنية والقصاص للشهداء يعني اعتقد هو ده يعني خلينا نأكد على هذه المطالب يعني احنا تمنى ان احنا نخرج من المطالب السياسية لان اعتقد الثورة عندها هداف اهم كثيرة جدا اذا كان هناك مجل الشعب وبعد ذلك الانتخابات الرئاسة او قبل اعداد الدستور فاحنا عندنا مطالب اهم يعني اتمنى ان احنا نقفز او نخرج من هذه المرحلة السياسية لانه اعتقد مطلب العدال الاجتماعية اللي حتى الان ما يقترب منه احد ده اعتقد مطلب الاهم عشان على اقل انه السورة تنعكس على حياة الناس اليومية وفيما عشتهم لانه مبدال العدالة الاجتماعية ده اعتقد بيشمل اشياء كثيرة جدا يعني يعني مسألة فيه عدم التمييز وفي المساواة في الحقوق وفي الحريات والحقوق الاقتصادية بشكل عام والحقوق الاجتماعية يعني هذا ده اعتقد ملف مهم جدا يعني الملف الاقتصادي والملف الاجتماعي لم يتم الاقتراب منهم حتى الان الناس ممكن تقولك انا مش حاسب باي شي فبالتالي احنا محتاجين يبقى فيه التجام الناس تحس شوية بتغيير بالتأكيد يعني ما هي الصورات كده يعني صورة عن تغيير تغيير شامل التغيير في كافة المجالات مش في اه الشكل السياسي فقط لغير في انتخابات مجل الشعب او انتخابات رئيس او عدد دستور ان كل ده مفروض يترجم للشائم الموسى في الحياة اليومية للناس وخصصا نحن عندنا 40% نحن شاكين ناس كتير كمان مش فهم الصورة تعملت لي فلازم هما يحسوا بتغيير بعد الصورة هما مش فهمين سياسة هما عندين يحسوا كلامك صحيح لكن طبعا هي دايما نتائج الصورات اه او اثار الصورات يعني لا يأتي بان يوم الليلة بتأكيد باستغرق قوات لكن اعنا علينا ان احنا نقتزل هذا الوقت لان احنا عندنا اضايا مهمة جدا يعني هي اعتقد مرحلة الجاية مرحلة صعبة جدا على من سيدير البلد سواء حكومة او رئيس لانه هيكون قدامه سيل من المشاكل وحجم من المشاكل الصعبة جدا والناس مش هتصبر يعني استى اربع سنين وتمن سنين زي مثلا اللي خالما بيقول احنا عايزين الناس تحسوا بو شرطة من خلال حتى قوانين الناس تستشهر منها انها يكون لها تأثير عليها بعد كده في حياتها اليومية اذا وحنا نتكلم على تعليم على صحة على وظائف على كل ربنا يكون فعون الرئيس بجد ربنا يكون فعون اللي جاي يعني اللي الداخل على الانتخابات بحماس والمتحمس دلوقتي لإدارة شيئون الدولة يعني انا اعتقد هيفاجئ بمشاكل مرعبة يعني مشاكل مهولة جدا محتاج الحل ومحتاجة لحلول فورية وجزرية ده انا عرفت حاجة مصيبة ايه في مشكلة التعليم ان التانية سانوي تالتة سانوي انه مفيش خضور في المدارس طيب يعني ده اقول لك يعني هي مشكلة التعليم كله يعني محتاج تغيير التعليم كله محتاج بالفعل قوانين جديدة وتشريعات جديدة يعني يعني لسه بتكلم مع صديق مصر سويدي يعني بقول ما عندناش حاجة اسمها امتحنات في بص يعني هو حضر وبياخد سمستري او بياخد معرفش كورسات معينة وعد كده خلاص تجاوز السنة اولة او سنة تانية او سنة تالتة دي اعلى نسبة التعليم في العالم السويد مثلا بيقول لي يقول لي مفيش نظام الامتحنات المكبل ده فاحنا محتاجين بالفعل ضيط التعليم دي لوحدة ده مش هو قوي يعني التعليم والصحة في اي دولة في العالم التعليم والصحة تابع الحكومة عشان ما حدش بس يقول سوق حر والكل يشتغل ودعو يعمل دعو يهبر يعني ودعو يمر لا يعني مسألة حتى في الدهور الاسمالية لا في نظام تأمين صحي زي ما شفنا في الوقت المتحدة الامريكية يعني الرئيس الامريكي لما طرح تأمين الصحي في بريطانيا في كل الدهور الاسمالية تأمين التأمين الصحة والتعليم ده خطوط حمرة ده أمن قومي بالنسبة للدول دي لأن الدول القوية في المجالين دول قوية في أمور أخرى تاني طبعا بناخد الخبر التاني الداخلية تستعد للحرب شوارع في 25 يناير يعني طبعا هناك استعدادات لأن هناك تخوفات يعني خلينا نقول فيه احتفال وفيه تأكيد على السلمية لكن هناك فيه تخوفات في الجانب الآخر لأنه مازال هناك بعض الأطراف خلينا نرجع تاني للهو الخافي أو الطرف الثالث اللي عنا الغد اللي هاتي مش عارفينه يعني يعني هي مسألة حتى الآن فيه تخوفات من هذا الطرف أو هذا اللهو الخافي أنه على الأقل يعكر صفو هذه المسارات أو المليونات اللي هتطلع للاحتفال بذكرى الصورة والتأكيد على مطالب الصورة أنه بعض بيزرع من حكايات احتفالية دي بالتأكيد فيه استعدادات فيه تحذيرات يعني أنا أعتقد أنه كلنا مع سلمية الصورة كلنا معنا الناس تخرج ما فيش مشكلة لكن إحنا ضد أي تخريب أو اعتداء على منشآت عامة أو منشآت خاصة أو أسام شرطة أو إلى آخر فأنا أعتقد أنه ده مسألة أمر واجب وأعتقد مسألة مسألة لازم يكون هناك فيه تحذير وأعتقد كل قال أنه فيه اللي هتبقى فيه لجان شعبية حتى لحماية المنشآت العامة أو المبتلكات العامة بإضافة لوجود يعني لجان بتحمي حبط هذه المسارات وتنظم دخولها وخروجها سواء من مدان التحرير أو باقي الميادين فأنا أعتقد الدخلية طبعا بتستعد حاليا وخطة اليوم السابع نشرها بإذن على الأقل عند الأسامة يكون فيه تحذيرات بمكبرات الصوت يكون فيه مساجين أو السلاح يتم من ألوم لأماكن أخرى أكثر أكثر أمانا مسألة أنه هيبقى فيه مواجهة حاسمة جدا مع أي حدا يحاول يعتدي على أسام الشرطة أعتقد أنه هي مسألة الكل يعي تماما أنه إحنا مش محتاجين انتكاس آخر يعني مش محتاجين أي حدث يرجعنا تاني للمربع صفر لأنه إحنا للأسف ما زلنا في المربع واحد فمش عاوزين حتى نرجع عنه يعني نتمنى أنه بالفعل الكل يكون على قدر المسؤولية أنه مر هذا اليوم أو اليوم اللي بعده حتى يوم الجمعة الجاية أنه مر بسلام مع التأكيد على المطالب مطالب الثورة بسلميتها بتلود تسليم السلطة السلطة مدنية لحق الشهاداء إلى آخر تمام الخبر التالت 23 حركة توقع على ميساق الميدان أي أنا يعني تاخد نفس الخبر بسب في اللي احنا قلناه 23 حركة بالفعل بميساق الميدان هو نفس الكلام أو الإطار العام في الحفاظ على سلمية هذه الصورة الالتزام بعدم رفع شعارات حزبية عدم رفع شعارات دينية عدم استغلال هذه المناسبة في دعايات للانتخابية سواء انتخابات مجل الشورى أو الانتخابات الرئاسة أعطيت كل ده هذا يعني الميساق ده جميل جدا يمكن يمكن سواء قبل كده كان فيه 80 حركة وحزب اللي طلوا الميساق كان فيه سيد الصاوي برضو بالتأكيد على سلمية الصورة لانه هو اعتقد هو كان المظهر المبهر بالنسبة للصورة 25 هنا هي انها رفعت شعار سلمية فهو يعني اعتقد اننا علينا نحن نحافظ على هذا المظهر عشان عشان كل ما انا اهداف او مكاسب لهذه الصورة بشعار هذه السلمية اعتقد كل ما اضاف لهذه الصورة جمال اخر على الجمال الاساسي يعني يعني طبعا الحكومة استطبقت طبعا الاحتفالات والصورة 25 يناير بالاخر وبانها اعلنت عن انها ستم صرف المستحقات الشهداء والمصابين سواء في ايام صورة 25 يناير او في مسبير او محمد محمود يعني الوزارة مشكورة وزارة المالية اشتغلت ايام الاجازة ولكن طبعا يعني الحضر 12 مستفيد لان مشكلة دخلة فيه اجراءات روتينية كبيرة جدا وانا اعتقد ان المفروض يعني علينا ان احنا نكرم هذا الشهداء خير تكريم دول اللي دفعوا يعني سمن غالي جدا ونفيس جدا دفعوا شبابهم اللي معشهوش يعني فاعتقد انه ده يستحق التكريم يستحق تسهيل الاجراءات اكتر لانهم دخلوا فيه اجراء اعلموا راسة ومعرفش اجراءات ايه يعني دخلوا في برضو نزبط موضوع الروتين بالضبط ما هو يعني عشان كده بنقول الصورة اعتقد امامها مشوار طويل انها يعني تخلص المجتمع من حاجات كتير يعني بقايا قوانين وبقايا تشريعات وروتين كبيرة جدا اللي بيعاني منها حتى اهالي الشواء ده حتى الان طيب سوزين مبارك ما زالت رئيس مجلس اماناء مكتبة الاسكندرية يعني طبعا يعني يعني انا بنعتبرها مفاجأة ولكن هو ده قانون يعني هو المشكلة انه قانون مكتبة الاسكندرية تم على اساس انشاء المكتبة انه هو رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الاماناء المكتبة خاصة انتعرف المكتبة يعني هو معمولة بالاشتراك مع الامارات والعراق عشان هي موجودة في مصر فالرئيس المجلس امناء ورئيس الجمهورية وبيعين لوناء طبعا كان رئيس الجمهورية في الوقت ده حسن مبارك كان لوناء كان بالعرف كده هي سوزان مبارك فالمكتبة بتعمل اجتماعات مرة واحدة في السنة يعني فاكتشفوا في الاجتماع الاخير انه مازال حتى الان ان رئيس مجلس الاماناء المكتبة بعد يعني زهاب الرئيس المخلوع هي السيدة حرام سوزان مبارك هي رئيس مجلس الاماناء فهم دلوقتي في يعني يعني معنا صح ارسلوا للمجلس العسكري يقولوا الوضع القانوني ايه فلسه المجلس العسكري حتى الان ما ربضش عليهم يعني اعنا اكتشف انه مش المكتبة بس هتلاقي جهات اخرى المجلس العالي الطفولة مش المكتبة بسكندرية فقط لانها لها هيئات كتيرة جدا ما زالت بتتعامل على ان السيدة مبارك هي الرئيس مجلس الامناء او رئيس المجلس الاعلى المرأة او المجلس الاعلى الطفولة الى اخر يعني دي كلها حاجات على ورق يعني شوية شوية البلد يعني في النهاية يعني دي صورة يعني اذا كان فيها في جهات مش عارفة ان دي صورة وفيه تغيير فالمفروض انها تعرف يعني او بقى الروتين اللي احنا لسه بنتكلم عنه او بقى في التغيير يعني احنا لسه مش كل حاجة اتغير يعني يعني اللي على الورق لا يعني 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 ايو استاذ عبدالي السنهوري مدير تحرير جريدة اليوم السابع مرسيل حضرتك شكرا شكرا مشاهدين خلصت كده فكرة الصحافة ومعنا تقرير ايو معنا تقرير تقرير عن استناعة المصرية بين تحديات الواقع وافاق المستقبل تابعونا بعد الفصل